بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقعة الدنيا جمهوري النادي الأهلي العظيم أهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند دائماً وعبداً بنكون معاكم عشان نديكم كل الأخبار الجديدة وآخر المستجدات الموجودة على الساحة الرياضية نهاردة في أخبار عديدة متعلقة طبعاً بالمشوار الدولي والقر يومياً بنحاول قدر إن كان نقرب شوية من المشوار المحلي والملفات المحلية ولكن حتى الآن ما فيش أي خبر رسمي أو حتى في الكواليس عن شكل الدوري العام موعد قرعة الدوري الدوري من دورين هل الدوري مجموعة ولا مجموعتين هل الدوري هيبقى دور واحد ثم تصفية نهائية على بطل الدوري الأراء متضربة الأراء كلها متضربة فابننتظر نشوف الموقف إيه خلال الفترة اللي جاية ولكن على المستوى القرري والدولي كل يوم معنا جديد النهاردة معنا حدثين مهمين جداً أولاً أرعي التكاس العالم للأندية بكرة بإذن الله بعد تعديل موعدها عندنا تفاصيلها وكمال عندنا طاقم حكام مباراة السوبر الإفريخي ما بين الأهلي والتحاد العاصمة الجزاري تم تعيين طاقم تحكيم هذه المباراة النهاردة هنتكلم على هذا الخبر وهنتكلم على كواليس اختيارات لجنة الحكام في الكاف لهذا الطاقم خاصة أن هذا الاختيار أتمنى أتمنى أن المسؤولين في لجنة الحكام بالاتحاد المصري يستفيدوا من المعايير لأن فيها نقاط مهمة جداً كنت اتكلمت عليها من أسبوعين ولكن كالعادة محدش في لجنة الحكام واخد باله من اللي احنا بنتكلم عليه حلقة فيها كواليس وتفاصيل كتيرة وكمان هنرصد آخر الأخبار والمستجدات في معسكر الأهلي في النمسا والترتيبات الخاصة بيئة المباراة الودية غداً بإذن الله وهي المباراة الودية الوحيدة في معسكر النمسا بالنسبة لفريق النادي الأهلي لكن بسرعة نروح لي سؤال حلقة النهاردة والسؤال متعلق بالملف المحلي في ظل التضارب اللي باتكلم عليه فيه تصرحات متضاربة في الفترة الأخيرة بخصوص شكل الدوري فعايز أعرف توقعات حضراتكم أنتوا بقى لشكل المسابقة المسلم اللي جاي ممكن يبقى إزاي في ظل التضارب في التصرحات ما بين مسؤولين في الاتحاد عن أعضاء في الربطة عن كمان تصرحات للحج عامر حسين تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة وتوقعاتكم لشكل المسابقة من خلال صفحاتنا الرسمية على السوشيال ميديا وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من قراءكم في شكل مسابقة المسلم القادم ممكن الأفضل تتلعب إزاي لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنم في ترند الأهلي حسين غالي ممثلا عن الأهلي في قرأة كأس العالم للأندية وكمان رباعي الأهلي يغادر النمسا للانضمام لمعسكر منتخب مصر وأخيرا الجابوني بيار إتشو حكمل للسوبر الإفريقي تفاصيل كثيرة وعديدة ولكن بسرعة نخرج إلى فاصل ثم نعود بعد الفاصل طيب سريعا كده عشان النهاردة عندنا ملفات مهمة جدا متعلقة طبعا بالمباريات الرسمية للنادي الآلي خلال الفترة اللي جاية خلاص الملف المحلي احنا متفقين من البداية ما فيش في جديد وكل شوية في تضارب في التصريحات يعني دي جزئية كده سريعة هتكلم عليها تسمع مثلا تصريح لمسؤول في اتحاد الكورة يقولك لسه هنشوف شكل الدوري أصل الدوري غاليما بالنسبة كبيرة هيتلعب دوري من دورين تسمع رأي مسؤول في ربطة الأندية مثلا زي الأستاذ ثروة تسويلم يقولك لأ بنفكر نلعب دوري زي ما هو 34 اسبوع تسمع رأي الأستاذ عامر حسين المشرف على المسؤول ويه المسؤول أو عضو التحاد الكورة يقولك لأ أنا مقدم اقتراح أن الدوري ممكن يكون مجموعة واحدة من دور واحد وبعد كده يبقى فيه تصفية على تحديد مين هو البطل بس الاختلاف هل الفرق اللي عتصعد تطلع بالنقاط بتاعتها ولا تطلع من غير نقاط فالأراء كتير ولكن لغاية اللحظة دي محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل خلال الفتر اللي جاي عشان كده مش هتكلم كتير في الملفات المحلية لغاية لما تتضح الصورة رغم أن النهار ده حدنا نتكلم أربعة تسعة يعني المفروض الملفات دي كانت تتحسم على الأقل يعني من عشر تيام إسبوعين ولكن النهار ده أربعة تسعة ربطة الأندية هتكتمع أمتى محدش عارف قرعة الدور إيه تقال ممكن تكون يوم 11 تسعة رغم أنه كان أبريكاية أتقال ممكن تكون يوم 7 أو 8 تسعة برضو محدش عارف ولا متأكد انطلاق الدوري قال لك أصلا ممكن يكون أول مطشة 19 تسعة النهار ده أربعة تسعة يعني أول مطشة 19 تسعة لازم الأندية والمدربين يكون عندهم جدول المباريات عشان يبدأ يزبط مواعيد التدريبات يعلع بالحمل ولا ينزل بالحمل التدريبي عشان لما تقرب من أول مباراة تبقى جاهز لكن اللي بيحصل ده بصراحة يعني قمة العشوائية النهار ده أربعة تسعة ومحدش عارف الدورة هيتلعب إزاي طيب نروح بقى للملفات اللي فيها قرارات رسمية ومواقف واضحة جدا تحديدا في الملف القري والدولي أبدأ بحكام السوبر الإفريقي بين الأهل والتحاد العاصمة الجزائري سبق قبل كده وقلت لحضراتكم من خلاص المباراة تتلعب الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة المباراة يوم الجمعة 15 تسعة على استاد الملك فهد في مدينة الطايف بالمملكة العربية السعودية وستتلعب الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية بتوقيت مكة المقرمة وبتوقيت القاهرة اللي اتنين طبعا فيه توقيت واحد مين هم حكام المباراة حكم المباراة من الجابون بير إتشو حكم الجابوني هو اللي يدير هذه المباراة ما بين الأهل والتحاد العاصمة الجزائري الدوكم طبعا طاقم التحكيم هو على الشاشة المساعد الأول من الجابون بوريس ديتسوجو ده حكم جابوني والمساعد التاني من الكاميرون كارين فومو يبقى إذن حكم الساحة من الجابوني المساعد الأول من الجابون والمساعد التاني من الكاميرون الحكم الرابع الحكم السنغالي المعروف عيسى سا هو اللي يكون الحكم الرابع في هذه المباراة طيب نروح بقى لغرفة تقنية الفيديو لأن النهاردة عندي كواليس وتفاصيل مهمة جدا وتأكيدا لكل كلمة والله العظيم بنقولها في الملف ده عشان الناس في مصر تستفيد من المعلومات والداتة اللي احنا بنحاول نعرفها من المصادر في الملفات الخارجية حكم الفار هي حكمة سيدة من موريشيوس لأول مرة في تاريخ مباريات السوبر الإفريقي أو تاريخ مباريات النهايات في البطولات الإفريقية تكون حكمة الفار في مباريات الرجال سيدة حكمة الفار من موريشيوس قدامكم هي صورتها على الشاشة ماريا ريفت هي حكمة الفار في مباراة السوبر الإفريقي بين الأهل والتحاد العاصمة الجزائري وعندي كلام مهم جدا ليه اختاروا حكمة الفار من موريشيوس وتحديداً ليه الحكمة دي؟ معها شارة الملعب ومعها شارة الفار لأن دي جزئية هتكلم عليها دلوقتي طيب من المساعد الفار؟ إيه فار؟ الحكم المغربي الدولي عادل زوراك هو مساعد الإيه فار في مباراة السوبر الإفريقي بين الأهل والتحاد العاصمة الجزائري كان دايماً عادل زوراك حكم فار وكانت دايماً ماريا ريفت السيدة الحكمة من موريشيوس هي الإيه فار ولكن لجنة الحكام الجديدة في معاييرها في التعيينات النهاردة بتسن يعني سنة جديدة في مسألة الاختيارات طيب مرايب الحكام الحكم الدولي الشهير اللي اعتزل بعد نهاية البطولة العام الماضي فيكتور جوميز هو مرايب الحكام لأن حالياً هو كمان نائب رئيس لجنة الحكام مرايب الحكام اللثاني في اتنين مرايبين حكام من السودان محمد عبدالله إبراهيم والمنصق العام للقاء الحكم الدولي التجولي السابك إيريك أوتوجو هو العيكون الجنرال كوردوريتور المنصق العام للقاء السوبر الإفريقي بين الأهل والتحاد العاصمة ومراقب اللقاء الليبي جمال سالم هو نفس المرايب الليبي اللي كان موجود في مباراة الأهلي والهلال السوداني هنا في القاهرة يبقى بالتالي ده انفراد طاقم تحكيم لقاء السوبر الإفريقي ومرايب الحكام مرايب المباراة المنصق العام للقاء والسياسة الجديدة والمعايير اللي ممكن لجنة حكام الكاف تشتغل عليها باختيار سيدة لأول مرة عشان تكون هي على رأس العمل في غرفة تقنية الفيديو ألفار حاكمة من موريشيوس ماريا ريفيب دي نقطة النقطة التانية فاكرين حلقة يوم 22-8 هنا في الترند طلعت اتكلمت على نقطة مهمة جدا وملف مهم جدا متعلق به القائمة الدولية للحكام المصريين وقلت وقتها المحاولات اللي بتجرى لاستبعاد محمود عشور واستبعاد محمد عادل من القائمة الدولية نتيجها هتبقى سلبية وعكسية على التحكيم المصري لأن الاتنين مرشحين بنسبة 100% لإدارة مبريات كأس الأمم في القدفور يناير 20-24 واستبعاده من القائمة الدولية ده هيقلل فرص مصر هيقلل فرص مصر في عدد الحكام اللي هيكونوا موجودين في كأس الأمم وقلت إنك لو استبعتهم هيحصل زي اللي حصل السنة اللي فاتت وغالبا هيديلك إيميل من الاتحاد الافريقي يقولك لا أرجع عشور وعادل عشان فيه استعانة أو فيه اختيار ليهم في كأس الأمم الفترة اللي جاي وعندي معلومة تانية إن كمان محمود عشور مرشح للألعاب الأولمبية في باريس صيف 20-24 من بدره محمود عشور مرشح للألعاب الأولمبية في باريس صيف 20-24 وبالتالي قلت كمان إن عندك حكام دوليين في قيمة النهبة وعندك حكم دولي في قيمة البروفيشنال بتكلم على أمينو عمر وبتكلم على محمد معروف وقلت وقتها الاتنين معاهم شارط التحكيم أو شارط دولية كحكام ساحة ولكن الاتنين مش معاهم شارط دولية كحكام فار وقلت القيمة الدولية الموسم الجديد اللي بيتم التحضير لها دلوقتي حرصا على مصلحة التحكيم المصري وأنا لما قلت حرصا على مصلحة التحكيم بقولها كمان في موضوع عشور وعادل رغم إن وجهات نظري من سنة في أداء عشور أو أداء محمد عادل ممكن نتطفق نختلف عليها لكن بما إن الأمر متعلق بمصلحة التحكيم في مصر فلازم الناس نتكمل في القيمة الدولية عشان يبقى عندنا عدد جيد من الحكام الدوليين الفترة اللي جاية نفس الأمر على أمينو عمر ومحمد معروف قلت المفروض القيمة الدولية اللي بيتم تجهزها دلوقتي عشان إرسالها للفيفا عندك اتنين حكام مرشحين لكاس العالم عشرين ستة وعشرين وعندك حكم منهم موجود في قيمة البروفيشنال عندك أمينو عمر في قيمة المحترفين وعندك محمد معروف من قيمة حكام النخبة مع أمين ومرشح لكاس العالم اللي اتنين دول تحديدا معهم قيمة معهم شارة الملعب لكن ما عندهمش شارة الفار طلبت إن اللي اتنين يكون عندهم شارة الفار ليه؟ لأن المسم الجديد القيمة الدولية الجديدة لو اللي اتنين دول ما عندهمش شارة الفار الدولية فرص فرص اختيارهم للمباريات الدولية والقرية الفترة اللي جايه هتبقى ضعيفة جدا 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 وبالتالي التحكيم المصري لن يكون ممثل بشكل قوي سواء في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي وهديكم مثال عارفين ليه محمود ابو الرجال كان الحكم المصري الوحيد في كاس العالم في قطر لانه الحكم المصري الوحيد اللي في القائمة الدولية معه شارية الملعب ومعه شارية الفار فلو ما رحش حكم من ضمن حكام الملعب على الاقل هيتم اللي استعانى بيه في غرفة تقنية الفيديو فانت بتدي مساحا نفسك ان الحكام بتوعك يكونوا موجودين بشكل مناسب في الاحداث الكبير ايه دليلي على كده؟ يعني انا لما قلت الكلام ده في حلقة 22-8 ما كانش لسه عندي ما يزبط صحة كلامي لان النهاردة عندي ما يزبط صحة كلامي ايه هو؟ الحكمة التي تم اختيارها لتقنية الفيديو في مباراة السوبر الافريقي بين الاهل والاتحاد العاصمة الحكمة ماريا ريفيد هذه الحكمة لو دخلتوا على القيمة الدولية اللي تم اعتبادها من الفيفا في عام 2023 هتلاقوها مسجلة في قيمة الحكام الدوليين معاها شارط الملعب الدولية وشارط الفار الدولية رغم ان موريشيوس ما عندهاش تقنية الفيديو في الدوري تاني هذه الحكمة ليه تم اختيارها؟ فكرة ان هي حكمة سيدة ووجوه جديدة دي استراتيجية لجنة الحكام في الكاف اوكي ولكن ما يعزز من اختيارها ان هي معاها شارط دولية في الملعب وفي الفار نفس الامر على المغربي عادل زراق مع الشارط الدولية في الملعب وفي الفار ليه بقى؟ عشان كده قلت ان الحكام المصريين لما تيجي تعمل قيمة دولية ما تختارش الاسماء بحيث انك تعمل توزيع جغرافي بالمعنى اللي انا عايز اشرحه ازاي عندك سبعة في القيمة الدولية ما قررهمش في الفار عشان ادي فرصة لسبعة تانين في الفار وعندك سبعة مساعدين ما قررش حد منهم في الفار تب ليه؟ قالك عشان اوسع القاعدة اوكي هتوسع القاعدة ولكن في الاختيارات مش هيكونوا في اولوية الاختيار من الفيفا والكاف لان دلوقتي اولوية الاختيار وده اللي قلتو في حالة 22-8 ان الحكام اللي معاه شارط الملعب وشارط الفار بيبقى ليه الاولوية في اختياره للمباريات القبرى والأحداث القروية القبرى سواء في الكاف او الفيفا واكبر دليل اهو ماتش السوبر الافريقي ماتش السوبر الافريقي هل موريشيوس فيها تقنية فيديو؟ لا ما كان ممكن يجيب هاي سنقرات من تونس كان ممكن يجيب ردوان جيد من المغرب ولكن الفكرة فيها ايه؟ الفكرة ان هو عايز يجيب اللي معها شارة الملعب وشارة الفار عشان كده محمود أبو رجال في كاس العالم كان موجود في الفار وفي الملعب يبقى بالتالي عندك اتنين حكام مرشحين لكاس العالم وواحد منهم في قايمة البروفيشنال ما تقفلش الشغل عليهم وتديق المسائل عليهم ولازم تدعم رجالتك وحكامك فلازم تديهم شارة الملعب وشارة الفار وعندك عشور وعادل عندهم بطلات كبرى خلال الفترة اللي جاية تعال على نفسك السنادي تعال على نفسك السنادي لما تلاقي الكاف والفيفا بيستبعدهم ومش بيعتمد عليهم يبقى انت عندك المبر لكن هتطلع تقول اصلا خلاص عدوا سن 45 سنة لا خلاص الموضوع السن ده ما بقاش موجود في اللايحة فنصحتي ورسالتي الأخيرة قبل القايمة الدولية ما يتم يرسالها للفيفا وقبل بتحصل الأزمة والمشكلة وجهت النصيحة وقلت ايه المفروض يحصل الفترة اللي جاية وحكام ماتش السوبر الإفريقي خيروا دليل انا قلت المعلومة من اسبوعين ثلاثة ولكن كنت مستني اشوف دليل مادة عشان اشرح لحضراتكم ايه السياسة الجديدة اللي بتتم الفترة الجاية في موضوع القايم الدولية على مستوى الاتحادات كلها ولكن احنا في مصر لنا للأسف المعلومة ما بتوصلش للسادة المسؤولين عن المنظومة القروية يعني اصد هنا لجنة الحكام بمينها بنتكلم في ملف العلاقة بالتحكيم قديني بلغت وقديني وجهت النصيحة والرسالة لما نشوفها يحصل ليه الفترة اللي جاية عشان هنرجع ونعيد الكلام ده تاني لو لا قدر الله حصل عكس ده طيب بصوا ممكن زملاء في الاعداد ده معايا اول بول بصوا هاي دي قايمة موريشيوس على فكرة دي قايمة موريشيوس في الفيفا القايمة الدولية بصوا على الريفريق الحكام هتلاقي ماريا ماريا ريفيت من موريشيوس موجودة في قايمة حكام المساعدين قايمة الحكام اللي السح موجودة في قايمة حكام السح تمام طيب الحاجة التانية كمان انزل تحت لقايمة الفار انزل تحت لقايمة الفار هتلاقيها كمان ماريا ريفيت موجودة في فيديو فبالتالي هي موجودة في قيمة المحترفين او القيمة الرسمية في الفار ودخل قيمة دولية امتا؟ عشرين تلاتة وعشرين دخل قيمة دولية امتا في حكام الساحة الفين وثلاثة عشر ها يبقى هنا لما اتكلم على فكرة اهي على الهواء هي قدامكم من موقع الفيفا يعني احنا مش جايبين حاجة خاصة بينا ده من موقع الفيفا خش على موقع الفيفا هتلاقي ماريا ريفيت موجودة في قيمة حكام الساحة كحاكمة دولية معاها شارة الملعب ومعاها شارة الفار كحاكمة دولية في قيمة موريشيس وموريشيس ما عندهاش اساسا بتقنية الفار في الدوري يبقى محمد معروف امينو عمر محتاجين الشارة الدولية في الفار وفي الملعب ونفس الامر السماح لي عشور وكمان محمد عادل في استمرار قيمة دولية للفترة الجاة عشان كاس الأمم ودورة الالعاب الأولمبية في باريس عشرين أربعة وعشرين ده ملف اتكلمت فيه باستفادة وشرحته قدر الامكان عشان الناس تعرف إيه اللي بيحصل في اختيارات الحكام على المستوى القرية أو حتى على المستوى الدولي طيب حدث ثاني مهم جدا كأس العالم للأندية كارت القرعة سبعة تسعة بعد كده بقت خمسة تسعة الساعة داشر الصبح النهاردة آخر حاجة قرعة كأس العام للأندية تم الإعلان عنها من خلال موقع الفيفا هتبقى بكرة خمسة تسعة ولكن بدل ما هتكون الساعة حداشر الصبح هتكون الساعة اتنين الدهر هتكون الساعة اتنين الدهر بتوقيت القاهرة القرعة هتتعمل في مدينة جدة وبإذن الله ربنا يوفي النادي الآله في شكل القرعة كلكم عارفين طبعا احنا استعرضنا قبل كده جدوى للمتشاط موعيد المباريات من الفرق المرشحة اللي ممكن تواجه الأهلي في الأدوار الأولى وقالنا الافتتاح هيكون يوم 12-12 مباراة اتحاد جدة السعودي مع اوكلاند سيتي النيوزيلاندي والفائز منهم هيواجه ياما الاهلي ياما ليون المكسيكي بطل الكونكا كاف ياما يواجه أروى ريدز الياباني بطل أسيا المباراة دي هتبقى يوم 15-12 فالقرعة بكرة ان شاء الله ساعة تنين الدهر القاهرة هيعرف يوم 15-12 هيلعب مين الفائز من اتحاد جدة او اوكلاند سيتي بطل المكسيك او بطل اليابان طيب الحاجة التانية كمان هتعرف بعد لو كسبت المباراة دي هتواجه مين ومين في طريقك تلعب يوم 18-12 مع بطل امريكا الجنوبية اللي لسه هيتحدد يوم 4 نوفمبر ولا تلعب مع منشستر سيتي بطل اوروبا يوم 19 ديساندر جدول المتشاط كل حاجة خاصة بالقرعة الحمد لله احنا انفرضنا بيها من حوالي اسبوعين يعني وكان صبق مهم جدا لنا هنا من خلال برنامج التريند ولكن الجديد بقى ان بكرة الكابتن حسام غالي هيكون هو ممثل الاهلي في قرعة كأس العالم للاندية ان شاء الله بإذن الله تكون مناسبة جيدة للكابتن والكابتن حسام غالي ونشوف قرعة مناسبة وجيدة للآله في المشوار ونضمكم معا على الشاشة يمكن الخبر من الموقع الرسمي حسام غالي ممثلا عن الاهلي في قرعة كأس العالم للاندية على فكرة بالمناسبة اللي هيسحب القرعة كمان النجم الافواري نجم برشلونة الاسباني يا يا توريه يا يا توريه هيكون ممثل من الاتحاد الدولي فيفا لسحب مراسم قرعة كأس العالم للأندية بقرى إن شاء الله حوالي الساعة 2 الظهر بتوقيت القاهرة طيب دي جزئية النهاردة كمان بالليلة على فكرة المفروض الفيفا هيعلن عن الشعار الخاص بالبطولة والملاعب اللي هتتلاعب عليها مباراة بطولة كأس العالم للأندية حاليا الملاعب مغلقة للصيانة عشان كده حتى لو تاخدوا بالكم مباراة السوبر بين الاهل والتحاد العاصمة لما تلعبتش في جدة أو في الرياض عشان ملعب كأس العالم للأندية عشان الفيفا بيطلب دايما قبل أي حدث اقفل اعمل صيانة حضر للبطول قبلها 3-4 شهور فعشان كده الاهل هيلعب كأس السوبر في مدينة الطايف مش هيلعب في جدة وجدة طبعا ملعبها الكبيرة هتكون جاهزة لهذا الحدث الكبير تسألني عن توقعاتي هقولك أتمنى نواجه اتحاد جدة السعودي أتمنى نواجه اتحاد جدة السعودي عايز تلعب مباراة يعني في المتناول ممكن تلعب مع بطل اليابان اللي هو بطل أسيا كلكم عارفين الكرة المكسيكية والكرة في الكونكا كاف برضو كرة متقدمة ولكن الأسهل ممكن تكون مباراة بطل اليابان هي الكرة مفه السهل وصعب ولكن أنا بأقول لكم يعني انتوقعاتي وبقرأ وبعده عن حاول برضو ايه نطرح سؤال ناخد توقعات حضراتكم أو ناخد وجهة نظركم في القرعة اللي هتتعمل بكرة هل المباراة صعبة هل الطريق سهل صعب أنا أعرف برضو وجهة نظر حضراتكم لكن أنا أتمنى على المستوى الشخصي الأهل يلعب مع التحاد جدة السعودي بحب أنا التحديات اللي زي دي وأنا حتى يوم ما جبت جدول المتشاط قلت كده قلت أتمنى نلعب مع التحاد جدة السعودي مباراة تبقى جماهيرية في المقام الأول الجماهير السعودية الجماهير المصرية المقيمة في المملكة جماهير النادي الأهلي يعني الملعب هيبقى ممتلع عن آخره وكمان بقى لا هيزيد المباراة رونق وصيد تعالمي وجود نجوم الكرة الأوروبية في التحاد جدة والانتقالات العالمية اللي بتحصل حاليا في الدوري السعودي التحاد جدة حاليا عنده كريم بن زيمة فهنشوف حتى كمان موضوع محمد صلاح حال من النهاردة لغاية يوم سبعة تسعة لما لقيت في السعودية يتقفل هل صلاح ممكن يكون موجود ولا لأ تخيلوا بقى لو صلاح في التحاد جدة ويلعب قدام الأهلي في كاسة العالم الأندية شوفوا المباراة دي هيبقى الإقبال والمشاهدة والمتابعة الجمهورية تبع عاملة ازاي يوم خمستاشر اتناشر بإذن الله طيب ننتقل لبلف آخر وهو معسكر الأهلي في النمسا نهاردة طبعا كابتن محمود الخطيب هيغادر خلال الساعات القادمة ولسه الكابتن موجود حاليا في النمسا ولكن خلال الساعات القادمة هيغادر إلى باريس لمعاودة الطبيب الفرنسي المعالج اللي بيتابع حالته منذ فترات طويلة كابتن محمود الخطيب كان خضع لبعض الفحصات الطبية الجديدة لاستضاح الموقف كاملا قبل استكمال العلاج وهو حتى كان موجود في رحلة علاجية قبل ما يطلع لمعسكر الأهلي في النمسا وبمجرد انتهاء المعسكر بإذن الله بعد بكرة هيكون الكابتن موجود في باريس لمتابعة الحالة مع الطبيب الفرنسي المعالج ألف مليون سلام على الكابتن محمود الخطيب طبعا هو من نتيجة الإرهاق الزهني ومتابعة العديد من الملفات والفترة الأخيرة كان فيه شغل كتير جدا بتحضر لحفل التتويج وبتحضر لمسم جديد صعب جدا عندك ملفات قرية بتخاطف فيها الفيفا والكاف عندك ملفات محلية بتخاطف فيها اتحاد الكرة واتحاد الكرة ما بيردش كل يوم بتلاقي فيه أزمات بتتصدر للأهلي ما تعرفش ايه أسبابها سواء مشكلة معسكر منتخب مصر بطولة مستحدثة لسه محدش عارف لويحها ولا المكافئات اللي فيها الدور الإفريقي والقرعة يعني ربنا يكون فعون المسؤولين عن قطاع الكرة يعني ضغط كبير جدا ومع الضغوطات دي والحالة الصحية للكابتن محمود الخطيف فبالتأكيد يعني لازم يتعرض لإجهاد وتعب فنتمنى له ألف سلامة بإذن الله خلال الفترة اللي جاية طيب حاجة تانية كمان النهاردة بقى هنبدأ نتكلم على فكرة مغادرة أكتر من لاعب من معسكر الأهلي في النمسى عشان يستعدوا لخوض التصفيات الفترة اللي جاية كلكم عارفين الأجندة الدولية في القرى الإفريقية هتبدأ من أربعة تسعة من النهاردة لغاية يوم اتناشر تسعة وانتخب مصر عنده مباراة مع إثيوبيا جنوب إفريقيا استدعت بيرستاو تونس استدعت علي معلول عنده مباراة في تونس في الجولة الأخيرة من التصفيات بعد كده هيجي يلعب في مصر مباراة دية مع النادي الأهلي عندنا كمان أليو ديانج انضم إلى منتخب بمالي وأقامكم على الشاشة هذه اللقطات الخاصة والحصرية فقط على شاشة قناة الأهلي لقطات مغادرة علي معلول من مقر إقامة فريق النادي الأهلي في النمسا للسفر إلى تونس للانضمام لنصور كرتاج عنده مباراة أخيرة عادت لايب على استاد رادس في التصفيات الإفريقية ثم يعود إلى القاهرة لخوض مباراة دية أمام منتخب مصر وفي نفس اليوم يطلع من استاد الدفاع الجوي ينضم على طول لمعسكر الأهلي وصفر الفريق إلى المملكة العربية السعودية كذلك عندنا لقطات خاصة هي وحصرية لتحرك أليو ديانج النهاردة الكلام ده كان صباح اليوم باكر النهاردة اتحرك كمان عشان عنده استدعاء من منتخب مالي عنده مباراة دولية خلال الأجندة شهر تسعة فدي لقطات خاصة لمغادرة عدد من لعبي النادي الأهلي كده احنا بنتكلم اللي غادر معسكر الأهلي شناوي منعم مروان عطية محمد هاني ديانج بيرستاو علي معلول كده هنتكلم على سبعة بالإضافة كمان لثلاث لعيبة من المنتخب الأولمبي حمزة علاء أحمد نبيل كوكا رأفة خليل عشر لعيبة مش موجودين حاليا في معسكر الفريق في النمسا وبالتالي بكرة المباراة الودية اللي علعبها النادي الأهلي حوالي الساعة ستة بتوقيت القاهرة هيبقى متبقي ما يقرب من حوالي اتنين وعشرين أعتقد أو تلاتة وعشرين لعب يقدر يخوض بهم مرس الكرة المباراة الودية في ختام المعسكر خلال فترة وجوده في النمسا طبعا كل استدعاء لكواليس وتفاصيل استدعاء لعيب الأهلي منتخب مصر عشتنا على مدار أسبوع تفاصيل وكواليس كتيرة لكن في النهاية الأهلي التزم بمشاركة اللعيبة ولما نشوف بعد مباراة إثيوبيا إيه اللي هيحصل هل اللعيبة ترجع وتلعب مع الأهلي أو تنضم للأهلي عشان ماتش السوبر ولا لأ محمد صلاح مريح ماتش إثيوبيا اللي كان ماتش مهم عشان التصنيف لأ صلاح مريح الماتش ده بس لعبت الأهلي تيجي تلعب فالمعايير والمصدرى مش مفهومة لكن الأهلي بيلتزم لنتجاه منتخبنا الوطني وحتى كمال منتخب الأولمبي ثلاث لعيبة بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الآخرين اللي ذكرتهم سواء في تونس أو جنوب إفريقيا أو حتى منتخب مالي نخرج إلى فاصل ونرجع بعد الفاصل لستكمل بقى فقرات برنامج التريند طيب النهاردة السوشيال ميديا فيها تفاصيل مهمة عن الأهلي والملف المحلي نطلع نشوف آخر أخبار التريند أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار التريند وسريعا نبدأ بتريند الأهلي البداية معه في تريند الأهلي بحساب ربطة الأندية المحترفة بيتكلموا على المرشال مارسل كولر في الاستفتاء اللي تم طرحه في أفضل مدير فني في الدوري هذا الموسم مين اللي فاز بأفضل مدير فني طبقا لاختيارات الجماهير على جميع منصات ربطة الأندية المحترفة طبعا أنا لا تعليق على مسألة التصويت اللي بتطرحه ربطة الأندية خلال حساباتها في الفترة الأخيرة لكن طبيعا ومنطقا أن يكون مارسل كولر أفضل مدير فني باكتساح لأنه كمان هو مرشح يكون أفضل مدير فني في أفريقيا بعد الفوز بالعديد من البطولات في القرى الإفريقية في أول موسم لي مع النادي الأهلي ولكن أتمنى الموسم الجديد ربطة الأندية حاجة من الاثنين يا إما تطرح الاستفتاء بشكل فني وتسيب التصويت للجماهير يا إما تلغي الموضوع خالص وبلاها تصويت بما أنك أنت لما الجماهير بتصوت على اختيار حد حضرتك ليك وجهة نظر تانية مش عارف بقى ليك وجهة نظر ما يعني ما بتتقبلش مثلا تصويت الجماهير على اختيار لاعب في مركز معين في نادي معين دي وجهة نظر الشخصية ممكن نقعد على أهو نتكلم فيه احنا مع بعض لكن لما يبقى شكل رسمي واحتراف وتصويت على لعيبة محترفة من خلال حساب رسمي لربطة الأندية على المسؤولين في الربطة أن يتقبلوا نتيجة التصويت فده بس تعليقا على الخبر النهاردة اللي خرج بخصوص طبعا كولر خاد أفضل مدير فني هذا الموسم باختيارات الجماهير وكده أعتقد الموسم هيكون انتهى في مسألة تصويت الجماهير على العديد من المراكز سواء أفضل مدير فني أفضل لاعب أفضل حارس أفضل مهاجم ومن السنة الجاية أعتقد يعني حاجة من الاتنين يتطبقها صح يتلغيها وبلاها عشان ما تجيبش النفسك صداع لأن الجماهير لها وجهة نظر ورأي وطالما الجمهور صوت لازم تحترم النسبة المعوية اللي بيختارها الجمهور طيب يلا كورة وبيكلموا على الرباعي اللي غادر النهاردة معسكر الآهل في النمسا شناوي من عماروان هاني غادروا النهاردة معسكر الإعداد من أجل الانضمام لمعسكر منتخب مصر الرباعي انضم النهاردة ويخلصوا مباراتهم مع إثيوبيا ومصدر بيقول لي يلا كورة إن الرباعي هيعودوا لتدريبات الآهل يوم 9-9 استعرادا لمبارات التحاد العاصمة ننتظر ونشوف هيحصل إيه خلال الأيام القادمة طيب كورة إليفن أكرم توفيه وبيقولوا بعد عودته من الإصابة كولر يرفض طلب نجم الأهل المفاجئ قبل مباراته السوبر الإفريقي بصوا هي اجتهادات على فكرة يعني الكلام اللي هيقوله ده واللي مكتوف في كورة إليفن ليست معلومة صحيحة أو معلومة رسمية الناس بتحاول تكتهد أكرم توفيه غايب بقاله سنة طبيعي لما يرجع هيتكلم على مشاركته هلأخذ فرصة ولا لسه شوية هيعود مع كولر كولر أساسا أكيد هيعود معاه زي ما عاد مع لعيبة كتيرة وهيتكلم معاه وهترجع جاهز ايه ظروفك هيكلم معاه بشكل عام لأنه لعيبة عنده ولكن فكرة إنه أكرم توفيه ويقول له كولر أنا عايز ألعب السوبر أنا غايب بقالي فترة فعايز أبدأ وكولر قال له لا الكلام دا مش هيحصل كلام دا يعني فيلم سينمائي سيناريو كده الناس بتحول ايه تملى بيه مساحات كلام دا ما بيحصلش كلام دا مش حقيقي ولسه بادر قوي على الكلام دا على فكرة لسه بادر قوي على الكلام دا واللعيب أساسا لما بيكون عارف أنه بعيد بقاله فترة طويلة مش أول لما يرجع بعد إصابة يعني أعتقد 9 شهور أو 10 شهور هيروح للمداري بيقول له لعيبنا ماتش الجاي يعني دا مش منطقي أزاسا يعني طيب حساب اليوم السابع وبيقوله الأهل يستعيد جهود ياسر إبراهيم في مباراة اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي طبعا ياسر كان عنده كده حاجة خفيفة حراج بسيط كده وعمل عملية جراحية يعني رايح فيها يومين ثلاثة من التدريبات ولكن من أول الأهل مسافر النمسا ياسر بيتضرب بشكل يومي مع رامي ربيعة ومع محمود متولي ومع محمد عبد المنعم اللي نضم المعسكر منطقة مصر فلسه هنشوف ان شاء الله التشكيل الرسمي اللي هيختاره كولر في مباراة اتحاد العاصمة طب حساب يلا كورة تصريحات لعبد الحق بن شيخة المدير الفني الجزائري لاتحاد العاصمة هرج وصرح وقال نتمنى أن تكون مباراة السوبر طاليق بالكورة الإفريقية فريق الأهلي غاني عن التعريف ومرشح للفوز نظرا لتاريخه وعدد بطولاته وفريقه ولكن لن نكون لقمة سهلة عبد الحق بن شيخة بغض النظر عن تصرحاته مدرب مخضرم مدرب عنده خبرات كبيرة في القرى الإفريقية وآخر نسختين من كأس الكونفيدرالية هو بطلها يعني هو فاز بالبطولة مع نهضة بركان وفي العام التالي مع اتحاد العاصمة فاز بالبطولة أيضا على حساب ينجي أفريكانز التنساني وبالتالي راجل مخضرم عنده اتنين كأس الكونفيدرالية في آخر نسختين ومع فرقتين مختلفين مش نفس الفريق بالإضافة لده آخر نسخت كأس السوبر هو اللي فايز بيها يعني الآن لما يلاعب التحاد العاصمة على كأس السوبر المدير الفني الفائز بكأس السوبر كان عبد الحق بن شيخة فبالتالي هو هيدافع عن اللقب اللي أحرزه ولكن مع فريق آخر مع التحاد العاصمة الجزائري فحزاري كل الحذر من عبد الحق بن شيخة مدرب شاطر جدا مخضرم جدا بيعرف يتكلم في وسائل الإعلام فتصرحاته على فكرة حتى لو قال إن الأهلي هو المرشح الأول ما ناخدهاش ونقول إحنا نكسب المطش والمطش سهل لا 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 ده جزء كده من سياسة عبد الحق بن شيخة موضوع التنويم المغناطيسي لعديد من المدربين بيحاولوا يشتغلوا على فكرة تصدير الصورة اللي أنت أقوى مني فتنزل المباراة وإنت مستسهلة وإذا فجأة تلاقي فريق نازل بقوة ضاربة عشان يكسب البطولة أنا بقول الكلام ده بما إن أنا تعملت مع عبد الحق بن شيخة وعلى تواصل معاه في فترات سابقة لما كان بيدرب الدفاع الحسن الجديدي كلام ده في 2014 يعني عارف طريقة تفكيره بيكلمي إزاي مطش الأهلي وقتها مع الدفاع الجديدي المغربي كان ساعتها كابتن محمد يوسف مدير فاني للأهلي كانت مباراة صعبة جدا سواء المباراة الأولى اللي تلعبت في الدفاع الجوي أو حتى في مدينة الجديدة المغربية ولولا الهدف اللي أحرزه أحمد رؤوف في ديئة تسعين لقدر الله يعني كان ساعتها الدفاع الجديدة هيخص الأهلي من الأدوار الأولى في كأس الكونفيدرالية طيب إمبارح كمان بما إن قرأة الدور الإفريقية عملت والافتتاح ما بين الأهلي وسيمبا خرج إمبارح أحمد علي المتحدث الرسمي لنادي سيمبا في تصريحات وقال عظيما في إفريقيا ولكي تكون عظيما في إفريقيا لابد أن تهزم العظماء نحن ننظر إلى الأهلي كنموذج يحتزى به بالنسبة لنا وكل نادي في إفريقيا يريد أن يكون الأول مثل الأهلي واللعب ضده هو مواجهة المثل الأعلى يعني أنت بتواجه الفريل هو المثل الأعلى في الكرة الإفريقية وبتكلم على أن الأهلي هو نموذج بيحتزى به فعارف أنت لما بتقعد مع طالب شاطر وإنت نتائجك نص نص بتبقى عايز دايما أنت تتفوق عليه لكن لما بتقعد مع طالب بليد وإنت مستوات متوسط ما بيبقاش حد بيحمسك أو بيحفزك أن أنت تكسابه ما هو أصلا بليد فأنا يبقى عندي حافز ليه ده أنا أفضل منه حتى لو أنا نص نص لكن لما يكون جنبي طالب شاطر بيكسب على طول وداخل معام تحان عايز أتفوق عليه فبيكون عندي حافز ده اللي عايزي وصله المتحدث رسمي لنادي سيمبا ومن هنا هتأتي صعوبة مباراة الأهلي مع سيمبا في افتتاحية السوبر ليج يوم عشرين عشر في تنزانيا ملعب القاهرة 24 كمان نقل تصريحات لمدرخ سيمبا واللي اتكلم فيه عن مواجهة الأهلي وقال سعيد بمواجهتهم لدينا فريق قوي ومتوازن بين الخبرة والشباب مدرب عايز يعمل نتائج مميزة عمل صفقات رائعة لفريق سيمبا سيمبا استعانى على فكرة بحارس مرمى مغربي يعني فكرة انهم يكون عندهم لعيبة عرب بقت متاحة دلوقتي في فرقة سيمبا جابوا السنة دي ما يقرب من حوالي عشر لعبين جدد نفس الامر على فكرة التحدي العاصمة الجزائري عنده 12 صفقة جديدة آه لسه ملعبش مباراة ودية ولكن عنده ولا حتى رسمية بس عنده 12 صفقة جديدة فالتفكير في فكرة السكاوتينج بتاع سيمبا او اتحاد العاصمة عام سبق مش هو هو نفس التشكيل اللي ممكن تواجهه خلال الفترة الجهة سواء 15 تسعة او يوم عشرين عشر طب حساب كورا بلس وتصريحات لألكساندر سانتوس مدرب بترو أتليتكو الأنجولي قال اتمنى موجهة الاهلي بعد عبور سانداونز بالدور الافريقي طب يا ألكساندر بس الاول اتطمن على المشاركة يعني انت الغد دلوقتي محدش عارف انت موجود في البطولة ولا مش موجود في البطولة احنا عارفين طبعا ان خلال الساعات الاخيرة صدر قرار من الدور الافريقي بتعليق مشاركة بترو أتليتكو لكن تتكلم على انك عايز تلعب الاهلي لما تتخطى سانداونز اتأكد بس انك موجود في البطولة وبعد كده يا سيدي قول اللي انت عايزه هو اشتغل 8 سنين قبل كده في الاهلي وقال اتمنى موجهته قبل هذا علينا ان نعبر سانداونز في الدور الافريقي هذه تصرحات يعني ايه ألكساندر سانتوس طيب ده الترند الاهلي طيب الاهلي في النمسا بيستعيد ازاي بكرة مباراوية دية والنهاردة ما يقرب من عشر لعيبة خرجوا من معسكر الفريق عشان الاجندة الدولية نعرف بقى كل التفاصيل وفيو جديد النهاردة فاروق كده جايب لنا فيو مختلف شوية كل يوم بيورينا مشاهد مختلفة من النمسا يا فاروق مسائل فل برحب بك يا محمد برحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان قول انت فين دلوقتي طيب بلعب التدريب ولا ده مكان جديد يعني تحرقاتك كده اليومين النهاردة كانت ازاي لا خلينا اقولك احنا حاليا يعني في احد الاماكن المحيطة بي المنتجع اللي بيقيم فيه فريق النادي الاهلي يعني دقائق طبعا وبينطلق مران فريق النادي الاهلي النهاردة طبعا نتراي ماتش يستعدادا للمباراة الغد اللي احنا زي ما قلنا محمد من خلالك وبأكد المباراة غدا ان شاء الله تكون في تمام الساعة الخامسة بتوقيت النمسا السادسة بتوقيت القيرة امام احد فرق صدارة فيه الدوري السلوفيني هو واحد الفرق اللي بيلعب طبعا فيه بطولة اوروبا واحد من الفرق القوى جدا ومواجه قوى جدا طبعا محمد اتكلمت على خروج بعض اللاعبين ما اكرب من عشر لعبين من القوام الاساسي لفريق النادي الاهلي طبعا كان وولوم بيرست اول اللي خرج بالامس والتحق به معسكر منتخب جنوب افريقيا ثم كان الرباعي منتخب مصر الاول كاب محمد الشناوي كاب محمد هاني محمد عبد المنع موامر وانعطية وثلاثي المنتخب الاولمبي حمز علاء احمد نبيل كوكا ورقفة خليل ثم كان يعني بعديهم اليو ديانج اللعبة بتخرج تباعا محمد زي ما انت عارف اليو ديانج اللي التحق بمعسكر منتخب مالي ومنذ لحظات طبعا كان خروج علي معلول اللي التحق خلاص يعني في طريقه طبعا دلاتي الى مطار فينة ومن ثم الالتحق بمعسكر منتخب تونس حالة تقدر تقول مستر كولر طبعا كان يتمنى نوجود اللعبين واستمرارهم في المباراة غدا بإذن الله واستكمال يعني البرنامج الموضوع فيه معسكر الاعدادة لكن ان شاء الله مستر كولر واللعبين الموجودين ان شاء الله يأدوا مباراة قوية غدا ان شاء الله تكون بروفا قوية للنادل هل يستعدادها لمباراة السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة طيب ده كلام كويس جدا هل كولر يا فاروق ممكن يسمح بمتابعة المباراة الودية ولا لسه ما حسمش المسألة دي عشان برضو نطمن جماهيري الاهلي انا عارف الناس كلها متشوقة تتفرج على الاهلي يعني حتى لو الناس مشغولة بالدوري السعودي الدوريات الأوروبية جماهيري الاهلي يعني تسألها دلوقتي نفسك في ايه يقول لك نفسك اتفرج على الاهلي عايزة اتفرج على فريطة الكورة يعني بص يا محمد الامر بالنسبة لنا كلنا نتعرف احنا نتمنى ان احنا ننقل الصورة طبعا لكل جماهير اللي ندقى لحالة الشغف اللي عنده الجمهور احنا نفسنا يعني نفس هذا الامر رغم انك انت موجود طبعا داخل المعسكر وشاهد تشوف المباراة او هتتابع المباراة لكن طبعا انت عارف يعني نتمنى احنا من خلال القناة احنا نزيعه نكون موجودين مع الجمهور لكن طبعا الامر ده بيخضع لي الرؤية الفنية لمستر كولر يعني ان شاء الله عقب التدريب اليوم او الترايماتش هيتم بتحديد هذا الامر لمستر كولر اللي ان شاء الله يحسم هذا الامر لكن يعني احنا على هبة الاستعداد ان شاء الله ان احنا لو في اي امكانية ان شاء الله احنا نزيع المباراة من خلال شاشة قناة النادي الآلي لكن انت عارف مستر كولر طبعا في بعض الامور الفنية الخاصة بمستر كولر طبعا هذا الامر طبعا بيرجع لمستر كولر لكن ان شاء الله يتم حسم هذا الامر اليوم ونعلنه طبعا من خلال شاشة قناة النادي الآلي ومن خلال بقى البرامج على مدار اليوم اكيد لما تكون فيه معلومة رسمية واحنا اكيد في دار الجهاز الفن ايا كان القرار واكيد جمهور الآلي كمان يعني مش هيزع لو كولر قالك لا مش عايزة زيها زي اي حتى مباراة ودية جاية لو تلعبت في القاهرة قبل السفر الى المملكة العربية السعودية طب دلوقتي يا فاروق عدد الافراد اللاعبين اللي موجودين في المعسكر اعتقد 22 او 23 لعب كلهم متاحين للمباراة ولا فيه لعب ممكن او اتنين كولر يفضل ما يشاركش به عشان لسه فيه مساحة وقت عشان تجهيز كل اللاعب تقدر تقول يا محمد يعني 23 لعب او بزبط 23 لعب متبقيين تقدر تتكلم ان في بعض لعبين مستر كولر يعني ما تنساش برضو ان الكابتن عمر السولية يبقى خارج طبعا في المباراة اللي يعني بيسير فيه البرنامج التأهيلي الموضوع للكابتن عمر السولية نتمنى له السلامة ان شاء الله لكن لو يعني بنسبة كبيرة جدا هيكون خارج المباراة وايضا ممكن يكون خارج مباراة السوبر الافريقي لكن كل لعبين طبعا في بعض لعبين اللي انت بتقدر تقول تحسم امرهم بالنسبة للمشاركة في المباراة طبعا سواء اكرم توفيق كريم فؤاد امام عشور ولكن الامر بيقضع طبعا ليه الرؤية الفنية المستر كولر والحالة الجهازية البدنية لذلك مستر كولر في بعض الجوانب البدنية خاصة باكرم توفيق وكريم فؤاد وامام عشور بتكون يعني فقرة اضافية شوية مع تيتسيان الاندوية طبعا لتجهيز اللعبين من الناحية البدنية لكن الناحية الفنية او الجانب التاكتك اللي بيشتغل عليه مستر كولر بيكون جزء منه وجود هؤلاء اللعبين عندنا عناصر كتير جدا مميزة يعني في بعض اللعبين يعني خلينا اقولك برضو محمد ان مستر كولر جرب محمد فاخري في مركز الزهير الايمن في اكثر من يعني من تدريب واكثر من تأسيمة كريم الدبيس بنشوف في مركز الزهير الايصر طبعا يكون بديل للعلي معلول بنشوف طبعا احمد نبيل كوكا خلاص يعني راح مع المنتخب الأوليمبي كريم ندفد يعني بالمناسبة في خط الوسط واحد من اللعب المهمة جدا والأوراق المهمة للنادل يعني يتقدر تقول اغلب العناصر في المراكز اللي النادل اهلي افتقد فيها بعض اللعبين للمعسكر المعسكرات للمنتخبات الوطنية هيكون موجود طهر عايز اقولك بالمناسبة محمد طهر محمد مجد أفشا حسين نشحات محمد في وطنة مهمة كمان يا محمد عايز ارملك عليها بالأمس طبعا كان نهائي بالأمس كان نهائي بطولة البلاي ستيشن ومباراة نهائية جامعة نبيين طهر محمد طهر اللي كان بلعب بالمن سيتي وأحمد نبيل كوكا اللي كان بلعب بالبيرن ميونيك الألماني المباراة نتهيت بفوز طهر محمد طهر 6-1 يعني رقم محبب طبعا لكل جمهير الناد الأهلي 6-1 طهر كان في أول 20 دي والله يا محمد سيناريو مباراة الأهلي والزمالك 6-1 كان بيتكرر أول تلت ساعة كان 3-0 اللي طهر محمد طهر يعني مباراة ممتعة جدا ما بين الاثنين وكانت يعني يدت مزيد من المرح والسعادة بالنسبة لكل أفراد البعثة بإذن الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم والهدف الأول لطهر محمد طهر شكرا لك يا فاروق ونتمنى التوفيق رب للأهلي في هذا المعسكر ونشوف بكرة بإذن الله مباراة دي على أعلى مستوى يدر الأهلي يستفيد من خلالها شكرا لك يا فاروق ودائما معنا بكل الأخبار والمستجدات من معسكر الأهلي في النمسا يمكن قدر الإمكان بنحاول في حالة التريند نقرب لكم من كل الأحداث سواء داخل مصر أو خارج مصر لكن بالتأكيد بشكركم على حصة المتابعة والمشاهدة وغدا حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء